غضبة حكومية في وجه السفير البريطاني على خلفية الضغوط الهائلة التي يبدو أن الحكومة الشرعية تتعرض لها للقبول بصيغة الإعلان المشترك جاء ردها على أحدث تصريح للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون بهذا الخصوص قوياً وحازماً ففي تغريداته التي بدات مستفزة ومفتقدة لللياقة بنظر عدد من من علقوا عليها قال السفير البريطاني يجب على الرئيس هادي وقيادة الحوثيين العمل بجدية وسرعة مع المبعوث الأممي لإنهاء الحرب في اليمن من خلال إبرام الإعلان المشترك وسط نشاطات جانبية للسفير لا تخفي حجم ومستوى الدور الذي تؤديه بلاده لتأمين مخرج غير مكلف لحليفتها السعودية من الحرب الدائرة في اليمن وزير الخارجية محمد الحضر مرد في تغريدة مماثلة بالرفض لما أسماها إملاءات توجه لحكومته مهما كانت مؤكداً أن الحكومة أحرص على شعبها وعلى التخفيف من معاناته بدت تصريحة آرون جزءاً من حملة ضغط بريطانية غير مفصلة عن رغبة سعودية تريد أن تدفع بالأمور إلى تسوية مستعجلة تأسيساً على خارطة توزيع القوى العبثية التي ساهمت الرياض في تكريسها على مدى السنوات الست الماضية فهي صحيفة الشرق الأوسط التابعة لعائلة الملك سلمان تستضيف وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفلي في مقابلة اعتبر فيها أنه لن يكون هناك حل عسكري حاسم لهذا الصراع وعلينا أن نرى تسوية تفاوضية معتقداً أن الوقت قد حان لاغتنام الفرصة لمواصلة العمل الإيجابي والتقدم الوزير البريطاني أكد أنه انخرط شخصياً في اتصالات مع الحوثيين انطلاقاً من رغبة بلاده في الحفاظ على حوار مفتوح مع الأطراف المعنية لمحاولة تشجيعهم على العمل معاً بشكل وثيق بحسب تعبيره التحركات البريطانية بما في ذلك تصريحات السفير آرون أضاءت على الموقف المؤثر لسفير آخر هو السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر الذي يقود مساراً سياسياً لسلام النتج عن حرب غذتها بلاده في جنوب البلاد ووفرت خلالها كل إمكانيات التمرد على صوت الشرعية